وإزاي يخلي ابني أو بنتي يحب المذاكرة ده سؤال بتسأله كل الأمهات يا ماما المنهك بتاعنا غير أيامكم مش لازم أذاكر زي ما كنتي بتذاكري دي برضو جملة بنسمحها كتير حوار متكرر في بيوتنا تعالوا بقى نفتح النقاش كده ونشوف إزاي الولاد تحب المذاكرة إيه البيكنيكس إيه الطرق اللي ممكن تخلي الولاد تتقبل فكرة المذاكرة ويبقوا كلهم عاملين كده زي رقاية في الفقرة اللي فاتت وتقول الله أنا بحب المذاكرة قوي أنا أحلى وقت بقضي وأنا بذاكر تعالوا نفتح النقاش ده مع ضفتنا أستاذ إيمان عباس أخي صاي نفسي أطفال ومدرد تربية إيجابية إيمان أهلا بيكي أنا قاعدة بتفرج عليها إيزة أقولها أنت أكيد من عالم تاني أنت زي حب المذاكرة كده قوي يعني ممكن ديبقى استقبلها للمذاكرة مناسب لشخصيتها أو بتعمل أنشطة معينة وهي بتذكر مخليها حبها وهي مش واغدة بالها هي حبها ليه بس هو إحنا إيمان سبحان الله إحنا يعني كباني قدمين إحنا بنحب إن إحنا نتعلم كل حاجة جديدة إحنا كده عندنا فضول عندنا فضول آه فإحنا بنحب نتعلم في طرق بقى كتير قوي للتعليم والمذاكرة والتدريس ومفيش طريقة يعني أقدر أقول يا هي دي طريقة الصحة والبقى غلط بس علوم الدماغ بتقول إن فيه طرق بتخلي المذاكرة تبقى أسهل الاستيعابي بقى أحسن الزاكرة تشتغل أحسن إن أنا أحصل أحسن فهي يعني إحنا بقى ده اللي بنحاول إن إحنا نستخدمه وكأن يعني العلوم دي أو الأبحاث دي المبنية على علوم الدماغ بتورينا الدماغ بتحب إيه حلو ده فهي هو ده اللي أنا جاي أتكلم فيه النهار ده يلا وهل هو مختلف عن اللي إحنا تربين عليه اللي هو عودي على مكتب إثباتي النور كده عملي هايلايت بالحاجات اللي بتنور في حاجات شبهها وفي حاجات مختلفة وزي ما بقولك يعني هي الدماغ سبحان الله ليست برضو ما وجابوش أخرها ولا هيعرفهم وكترب طبعا فإحنا بناخد بقى الحاجة اللي إحنا يعني آخر حاجة توصلوها يعني إحنا معنا الجديد الجديد في دماغتنا لإستيعاب المذاكر بالزبط كده صح كده صح كده والحب المذاكر صح كده إيه هو بقى أول حاجة عشان أخلي إيه بني يقعد محتاجة خليه يتحرك كتير ف ده ده آه موجي نعملها إزاي ده يعني علشان إحنا مشكلتنا الكبرى إن إحنا عايزين لولاد تفضل قعدة أيه طيب هي مش تفضل قعدة طول الوقت لإن الجسم سبحان الله مخلوق إنه يتحرك فأقصى حاجة يقدر يعودها من 15 ل20 زيئة فإن عشان يفضل يعود محتاجة كل 15 و20 زيئة خليه قوم يتحرك ليه لإن طول ما هو قعد الأكسجين بالوقت بيقل في المخ فالحركة بتخلي الدورة الدموية تشتغل فالأكسجين يوصل للمخ فالاستيعاب يبقى أحسن فهو محتاج إن هو يتحرك عشان يقدر بعد كده يعود طيب واللي ما بيعودش أصلا وقعد بيذاكر رايح جاية كده هو ماسك الكتاب الحركة بيقولوا عليها كده ترامب السيتنج يعني وكأن الحركة بتكسب القعدة أي حركة بتكسب الأعادة ده إحنا هنكسر كل القواعد اللي تعلمنا يعني الأم اللي بابناها بيحصل وبيتعلم وهو رايح جاي كده ماسك الكتاب تسيبه زي ما هو تسيبه زي ما هو اشتركوا في القناة